معكم من فايس وبالمنتيريا تقدموا بهدف فهل سيصمدون؟ لا أرى أن لديهم لعبين فالصنبا تتساقط أمامك الذباب وفريق إنفيزبل يونايتد هو مدمرهم ليست إعاقة هذا اعتداء دون ألدو يهاجم الآن ويقوم ببعض المروغة ويبدو أنها البداية فقط سوف أقطعها بنفسي هذا خطأ يستوجب الطرق وها هم مجددا يلعبون بعنف شديد لا تقلق يا شيكس الدوري الممتاز لا يتهاون أبدا مع اللعب الخطر وسيتعاملون معهم بحزم عليهم البدء وإلا لن يتبقى أي أفراد بالفريق أحسنت يا سكارا مرة أخرى جعلت يونايتد يبدو كفريق تافي شكرا لك لم يكن إطراء سيتهجم علينا مجلس التأديم للدوري ربما أستطيع تقديم المساعدة من أنت؟ أنا الرجل الذي سيجعل سمعتكم السيئة تختفي والآن أنا سأسألك مرة ثانية من أنت؟ انظر في جيب سطرتك العلوي أودوفوندريك أعظم ساحر استثنائي ساحر ماذا؟ هل ستؤدي حيلا سحرية؟ أستطيع فعل أشياء كثيرة يا سكارا حسنا لقد حظيت بانتباهي ماذا تريد؟ أريد ما يريده كل الصحر أشياء مذهلة ومدهشة أن أحول المستحيل إلى واقع وأحول توقعاتكم وأقلبها وحيلة القادمة هي جعل فريق يونايتد أنزه فريق بالدوري وسوبرسترايكا الأسوأ هذا نوعي المفضل من السحر ومع نهاية أسبوع جديد من كرة القدم ظهرت أخبار هامة عن فريق يونايتد الذي أوسع بالمنتلير ضربا في مباراة حاسمة لم نرى مثلها من قبل في الدوري هذا صحيح ومتوقع أن المجلس التأديبي للدوري سيراقب مباريات فينز سيراقب وخصوصا المباراة القادمة مع فريق سوبرسترايكا كان رد فريق إنفيزيبل يونايتد كالعادة إنكارا لعنفه أصدقائي أحبابي زملائي كثر الحديث هذه الأيام عن اللعب الخشن أجل ربما يونايتد لعب بخشونة من قبل وقمنا بممارسة الحيل واستخدمنا رجالا آليين لهذا وعلمنا أولئك الآليين العنف والخشونة ولكن من لم يفعل؟ والمهم أننا تعلمنا من هذا ومستعدون لبدء صفحة جديدة أقدم فريق يونايتد الذي سيلعب بنزاهة لأن الجميع استحقون فرصة ثانية بالتأكيد يا تامي أنا اسمي جورج وقاطع هي يعد أحد الصبية لأمه إن رائحته كريهة هل هذا سأنجح؟ بالتأكيد لن يصدقنا أحد قال هديني إنه سيدفن نفسه حياً ولم يصدقوه وقال كابرفيلد إنه سيجعل تمثال الحرية يختفي فلم يصدقوه أيضاً فالنجاح يبدأ بعدم التصديق وأنا أوتو فوندريك سأنفذ أروع خدعة رأها العالم على الإطلاق أجل أجل لقد فهمنا ثم ماذا؟ الآن سندعو بعض المتطوعين للحضور إلى مصرحنا صرح يونيتد للعب النزيه؟ هذا أشبه بإلم تدور وتواضعه بالتأكيد أنا أكثر شخص متواضع في العالم كله عندما نادى الطفل بالاسم الخطأ ضحكت كثيراً للدرجة أني سقطت على الأرض مع أنني لم أكن واقفاً يعلم فينس أن خدعته مكشوفة لماذا إذن؟ الأرجح أنه يحاول تشتيت انتباهنا ولقد فعل ذلك لقد دعانا لحفل للتأكيد على اللعب النزيه رائع إنها ملابس نوم رائعة أقصد أنا سعيد برؤيتك يا شيكس عليكم الآن التصافح وترك المشاعر السلبية خلفنا ما هذا؟ أنا لم أرى شيئاً ولا أنا أنا لا أفهم ولا أنا نصب تذكاري لللعب النزيه هذا غير منطقي لا لم أقصد ذلك أنا لا أفهم ما علاقة هذا بحقيقة أني متواضع أتريداني للمقبلات؟ ربما ذكركم هذا بعضلات يا البرجة آه يو إن مذاقه كمذاقي الأقدام أين هو ذلك النادل؟ أنا لا أعلم قريب إلى الخارج قد انتهينا لا نجحنا بشكل ممتاز حفلة سحرية ليست ناجحة على الإطلاق اصبر قليلاً يا سكارا اسمع يا فنس نصب عليك هذا المحتال يبدو ذلك لكن التضليل هو حجر الأساس في كل سحر كبير قل لي ماذا ترى هنا؟ تمثال لللعب النزيه إنه سخيف أتظن أنه مجرد رمز فقط؟ هنا سأعلمكم الخطوة الأخيرة وهي استخدام الوهم الخادع أخيراً بعض الإثارة هيا ما الذي تريده مني؟ اسمح لي بشرح خطتي لكما يا مدرب هل أنت بخير؟ عليكم الجلوس للمشاهدة سوبرستريكا وإنفيزبل يونيتد جانبان متناقدان من اللعب لعب نظيف ضد لعب عنيف مهارة لا حدود لها ضد تخطيط خبيث ومع اقتراب موعد المباراة بين نجمي الدوري العملاقين حدث تحول كبير أرسل إلينا شخص مجهول الهوية فيديو مروعاً مصافحة لللعب النزيه ولكن شيكس يرفضها أحسن لم أفعل ذلك وإلم تدور بسق على مصب التذكارين كما ترون؟ مهلاً لم يظهر النادر هذا احتيال لا تقلقوا جميعاً الفريق الذي يتدرب أكثر هو الفائز وليس الفريق الذي يمارس الخداع إن حصلنا على تسجيل الكاميرا سنفضح أسلوب يونايتد المخادع سوف نركز الآن على التدريب فلدي تدريبات جديدة لكم في مركز التدريبات تمادوا كثيراً هذه المرة أنت محق يا تايجر أهلاً سبينزا أريد أن أطلب منك خدمة سبينزا عزباً إنها رائحة طعام لذيذ والآن لنرى ماذا لدينا هنا وجدتها رأينا أن يونايتد يستخدم كل الحيل للحصول على ما يريد لكن هذه المرة سنكون مستعدين لهم أقدم لكم التحدي سيحاول لاعب يونايتد إسقاطكم أرضاً ولهذا تحتاجون لاستجابة سريعة عند مواجهة عنف يونايتد فإن الرشاقة أمر هام أجل بلوك القوة مهمة أيضاً أيها المدرب ما الهدف من هذه الفتاة؟ الاستعداد لأي شيء آخرة هذه الفتاة الآلية آخر مرة سأعطيها توطيعي سبينزا هل وجدت شريط؟ وجدت ما هو أكثر من ذلك وسيكشف خداع يونايتد هناك مهلاً لقد وضع شيئاً على قميصي ولقد قدم لإيل ماتادور بعض المقبلات أجل يا سبينزا هذا هو الدليل الذي نحتاج إليه لم ترى الجزء الأفضل ماذا تقصد؟ شعب فقط إنه ممر سري خلف تمثال اللاعب النزيه هذا متوقع من يونايتد عجباً يستهدفون إظهارنا بمظهر سيء ولكن هناك أمر ما أكبر من ذلك إذا أردنا المعرفة فعلينا أن نزور ذلك المكان أهلاً في مباراة جديدة من الدوري الممتاز إنفيزيبل يونايتد ضد السوبرسترايكا فرجال فينس معرفون بأنهم الأكثر غشاً لكن سوبرسترايكا هم من أثار الجدل مؤخراً ماذا يفعل هنا؟ أعلم بخطتكم يا سكارا انتظر قليلاً يا شيكس فأنت لا تعرف شيئاً وانطلق فريق السوبرسترايكا إلى الهجوم سوبرسترايكا يبدون رائعين كالعادة ويمررون الكرة بينهم بشكل جيد ويبدو لنا حتى الآن أن المباراة سوف تستمر نظيفة ماذا يجري هنا؟ أين سحرك المذهل؟ إن السحر المذهل يستغرق وقتاً أولاً سوف تظهر أنك لا تخفي شيئاً لكن في حقيقة الأمر ستصرف انتباههم عما يحدث حقاً محفظتي والآن راقب هذا بطيء جداً هذا وقع المتادور على الأرض بشكل قوي ولم يلمسه دينغان مهلاً كانت مخالفة صريحة كفا يا المتادور لم يقترب منك حتى غريب شعرت أنه أوقعني إذن كيف كانت تلك المصفحة؟ لماذا لا يفتح؟ هيا فتح هيا فتح هيا في الحال لا أصدق سوف أكتشف خدعة يونايتد لا أصدق هذا هذه فرصة خطيرة لإنفذ باليونايتد يا بريندا هذه ضربة جزاء تلك الإعاقة كانت أسوأ من غشي يونايتد إهدى يا بلوك يبدو أنك أعقته سكارا سيسدد ويسجل هدفه الأول إن يونايتد يستحق ذلك فهم الأفضل اليوم بالطبع باستثناء اللعب العنيف حاول أن توقفني قصدت هذا ماذا؟ شيكس يحصل على بطاقة للغش وبهذا سينتهي الشوت الأول إنها حرب أنضارية يا بريندا سوباستريكا يلعبون الملاكمة ويخدمون مباراة عنيفة جدا لا أصدق هذا لا يوجد شيء هنا فلماذا يتكبدون كل هذا العناء لإخفاء الغرفة؟ سيكون هذا من أروع أوهامي وأروع نصري لنا على فريق سوباستريكا الوهم؟ بالتأكيد إنه ساحر سأخبره شيكس ما الذي جرى هناك؟ عرقلة وغش؟ سوباستريكا لا يلعب هكذا لا نعلم يا سيدي لكن يوجد هناك سحر من نوع ما إنه محق لقد كانوا يلعبون بعنف دون أن يلعبوا أهذا أفضل ما تستطيع قوله حقا؟ ستعاقبون جميعا إن استمررتم على هذا المنوان لن تقل أوه أريد الدخول ما الذي يجري هنا؟ ضبط هذا وهو يتسلل إلى الداخل ماذا؟ لا أعرف عما يتحدث حقا؟ وما تسمي هذا؟ إن هذا يستخدم للعنف يداه خضروان كل ما حدث هو أني كنت في طريقي لأخبركم بأمر الساحر حسناً مهلاً أي ساحر؟ إنه النادل لقد استأجره فينسي ليصنع حيلاً في الكرة هل لا جعلتم هذا الرجل ينهض عني؟ هيا تركه الآن قلت ساحر؟ لقد فهمت أعتقد أني أعرف ما يجري ما هذا يا رجل؟ إنها شفرة أو تعويذة سحرية بالتأكيد وهي معكوسة تعليمات حول ارتكاب الأخطاء باستخدام الأوهام السحرية قال سكارا إنني لن أعرف ما يحدث كان يعني هذا تماماً تمثال اللعب النزيه والفيديو والمباراة كل هذا جزء من الحيلة لتجعل يونايتد يبدو جيداً وتجعلنا أشراراً اسمعوا هذا طريقة لفت نظر الجمهور نحو شيء ما حتى لا يرى ما يحدث حقاً وعندما يحدث هذا ينشغل الجميع بالقدم الأمامية ولا يرون الغشاشين وهم يسقطوننا بالقدم الأخرى سوف نري يا يونايتد أنهم ليسوا الوحيدين الذين برعوا في خدعة الوهب الكرة مليئة بالأوهام الحركة السرعة هناك أساليب كثيرة لتضليل الخصم اخرجوا للملعب ومارسوا سحر سوبرسترايكا واحد اثنان ثلاثة سوبرسترايكا وعدنا الآن للشوط الثاني وعلى سوبرسترايكا لعب كرة القدم والكف عن التظاهر أراها بانسينغ راستا يمرر إلى كول جو ترتكبون الأخطاء في السر لكني سأمرر الكرة رغم هذا إنه تجال رائع جداً من كول جو حركة رائعة يا له من هدف لا تقلق إنها مجرد غلطة بسيطة يتحكم سوبرسترايكا في المباراة بعد إحراز الهدف لابد أن المدرب جعل اللاعبين يقومون بالإحماء لأنهم عادوا إلى مهاراتهم المعهودة لن نمارس الوهم إلا قد حان وقت القوة يونايتد أوقفوه عليكم الإمساك بي تذكر التدريب يا شيكس جاء سكارا تدخل عنيف من سكارا إذا كان الأحمر سيئاً فيونايتد أصبح الآن أسوأ يبدو أن لاعب يونايتد تخلوا عن حيالهم وعادوا مجدداً لأساليبهم القذرة لما لا نقوم بتجربة سحرنا الخاص؟ سوبرسترايكا ينفذ الركلة الحرة ويونايتد لا يصدقون عيونهم ويصطف الفريق كله ليقوم بها مهلاً أين القرى؟ إنها هنا يجب أن أرى ذلك ثانية بالتصوير المصير حركة رائعة لتشتيت الانتباه وشيكس ينهي الحركة بهدف أخبرتك أن هذه الخطة لتنجح أريد استعادة مالي وإلا سأوفيك بنفسي أجل، حسناً إذن سأختفي أين ذهب؟ الحقوا به أنت مهلاً، المخرج من الجانب الآخر هذا ما أسميه التضليل ولازالت النتيجة تعادلاً بين فريق سرايكا وفريق أزول دانسينغ راستا يمرر الكرة إلى اللعب كول جو تمريرة رائعة يجب أن أتقدم للأمام أجل يا كول جو، اجعلني أنفرد وأسجل خمسة، أربعة، سأحرك الكرة بثبات ثلاثة، اثنان، واحد هدف الحارس ديلو سانتوس لم يستطع صدها الهدف جعله غاضباً الآن وها هي انزلاقة الفريق المعهودة للاحتفال بالهدف إنها انزلاقة رائعة إنهم يحبون كول جو سيهتفون الآن ويغنون بالليل اسمعوني جيداً، الحفلة في المتنزه مع فرقتي سننتظرك يا كول جو أنا أريد توقيعاً أنا أريد توقيعك أيضاً يا كول جو سأطلب منه التوقيع أيضاً هذا رائع كول جو يثير الجمهور في الملعب وفي المتنزه أيضاً أجل يا شيكس، لكن للأسف موسيقى الفنك هذه كما تعلم لا أحد يحبها على الإطلاق اهدأ يا علمتادور، رقبني وتألم رقبني جيداً اعزف موسيقى روكندرول اعزف بعضاً من هذا كول جو، أعزف موسيقى كلاسيكية ستصبح مشهوراً، فهمت؟ لا؟ مرحباً بكم في المتنزه أغنية فريق أزول، احتراماً منا لواحد من أعضائها، والذي يشترك معنا في الحفل هيا، هيا الآن، هيا، هيا الآن وهذه قصة عن رجل مهاراته لتنتهي إنها برائعة حقاً إن فرقة فولشو رائعة بالتأكيد، لا يتاني من يغني هناك لا أزلوا فضل الفرقة الكلاسيكية مهاراته لا تنتهي لا يخسر أي تحادي مهاراته لا تنتهي لا يخسر أي تحادي إنه ممتاز، بالطبع ممتاز بعض التعديلات فقط، وسيصبح ممتازاً جداً أخرج العقد ويسجل الأهداف إذن، هل ستتقاعد مبكراً من أجل الغناء؟ هذا مستحيل، أحب الموسيقى، لكن اللعب حياتي جيد للمباراة التالية لا تذكرني بفريقي كلوسيس وأيرون تانك ستكون مباراة هامة يا جو سيد جو أجل، نحن A و R واو، مهلاً، أنتم صانع الألبومات الخاصة بصناعة النجوم؟ أجل، نحن، ونريد أن نجعلك نجمنا التالي آيرون تانك أجل، فنبو شاب ما هي الأساسيات لهزيمة العدو؟ تدريب، تحضير، تصميم على البوز، فنبو شاب وأهم شيء؟ المهارة، فنبو شاب لا أن نصر بمعرفة نقطة الضعف معرفة نقطة الضعف كفوا عن ترديدي كلامي كفوا عن ترديدي من أنت؟ لعب جديد وأرسلوني من قسم التخطيط يقصد قسم ضئيل الحجم أجل ضئيل الحجم لكن ماهر بالخطط صحيح؟ يا رجل الخطط الصغير سوف نرى بشأن ذلك إن سوبر سترايك قوي جداً فسيصحقون الفريق اليوناني ويجب علينا الآن أن نكتشف نقطة ضعفهم ما رأيكم؟ نقطة ضعفهم أنهم بارعون؟ إنه محق القوة تتحول لضعف أحياناً القوة تتحول لضعف أحياناً نقطة قوتهم ستكشف لنا نقطة ضعفهم أوه مذهل أنتم لديكم استوديو رائع هنا يمكن أن يكون لك لك تماماً وقع هنا وهنا 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 أهلاً بك معنا مذهل أم لدينا فكرة رائعة بدلاً من قولي مذهل لماذا لا تقول كلمة أفضل؟ مثل مثل كشزواو إنه العقد سيكون هذا التعبير ندائك وجملتك الدعائية لكن لدي جملتي إنه في العقد أولا لدينا خطط كبيرة لجعل أغنيتك الأولى بلوتونيوم بلوتونيوم؟ إنه العقد فضة ذهب بلاتين بلوتونيوم هذا مذهل كشزواو بدأت تفهم والآن لدينا أفكار لك الليلة سنتابع مباراة كلوسيس وسترايكا حتى نتمكن من تحديد نقاط قوة سوفاسترايكا نقاط قوة سوفاسترايكا هل لديكم أفكار أخرى؟ ماذا عنك يا رجل الخطط؟ نقيم مهرجانا لأهدافهم الرائعة؟ حسنا أخذت فرصتك أنتم اسمعوني جميعا وانسوا كلام هذا الضئيل ونرى ما يمكننا إيجاده نحن ليلة في سترايكا لاند يا ماك إنها ليلة مرعبة يا بريندا انظري حولك لأنه التحدي الأول من نوعه لفريق السوفاسترايكا معك كلوسيس وعيرون تانك فيما بعد يجب أن أمر وأتقدم ثم أمرر الكرة خمسة أربعة ثلاثة هيا مررها سوف أسددها اثنان واحد شيكس وإلمتادور أخطع الكرة يا بريندا هاي يقول جو كنت واقفا هنا من الواضح أنك لا تركز في المباراة لا بل إلمتادور هو الذي لا يركز كانت تمريرة ممتازة عليك التركيز على الكرة فقط أمرك يا كابتن سأمر وأتقدم ثم أمرر الكرة ليس لهم نغطة ضعف هذه تمريرة رائعة انتهت هنا ، أنا لا أصدق هذا لقد كان المبتدئ على حق أين هو؟ اسمعونه جميعا وانسوا كلام هذا الضغر هل أنتم مجانين؟ جعلتموه يأكل الأعشاب القاسية مثل الماعز لكن ماذا يستطيع أن يفعل لنا؟ سيساعدنا على فهم طريقة تفكير سوبرسترايكا وخصوصا كل جو حسنا جميعا نحتاج إلى الفوز لكن أيرون تانك فريق صعب جدا أيها المدرب مجسمات سوبرسترايكا تقلصت عن حجمها القديم لا هذه نماذج دقيقة جدا دقيقة كيف؟ هيا ركز لا تخافوا منهم إن هذا مستحيل اقطعوا الكرة ومرروا إلى الجانب وكل جو سيمر من بينهم فهمت يا كل جو؟ كل جو؟ أين هو كل جو؟ لا أعرف لا توجد جدوى من انتظاره يجب علينا أن نكمل تدريبنا الآن بالطبع نورث وإيجل وبلوك عليكم الدفاع بكل قوة لدعم الفريق أجل بلوك سوف يفعل لكن نحن سنكون ضعافاً أمام هؤلاء العماليقة لدي ما سيجعلكم محترفين إنه درع آلي مدهش رائع سوف تسمون السوبر سترايكا أهلاً أنا آسف هل فاتني شيء؟ جئت متأخراً انضم لثاقم الهجوم واستعد لآيرون تانك أجل أنا آسف يا شيكس كان هدفاً مذه أيفترض بي قول ذلك؟ قول ماذا؟ مذهل؟ أجل مذهل أجل ولما لا؟ إنه شرط عقدي أهم شيء في عقدي أنا عدم استئجار لاعب أكثر وسامة مني ليس عقدي مع السوبر سترايكا عقدي مع الشركة وهو لا مذهل أو فنك أو كلمات كهذه ماذا ستقول إذن؟ كاشا زواو كاشا زواو قلها مجدداً كاشا زواو أنتم لن تفهموا هذا دعوني وشأني لأفعل ما أبرع في فعله لقد أخذ قراراً بتركنا وهذا أوبر غير محبوب لا يغني البوب وهناك ثور إنه مغرور ويسبب النفور ولا يوجد في اللعبة أفضل مني أنا الأفضل هنا سيء جداً أجل سيء وليس ضمن العقب ما الذي حدث كانت أغنية مدهشة؟ نحن لدينا هنا أغنية أخرى أفضل بكثير وستحقق مبيعات تصل إلى مليار دولار سيستمر حبي دائماً ودائماً وإلى الأبد وللأبد يا عزيزتي إنها أغنية رائعة عن وقوع شخص في حب رومانسي ويبقى للأبد للأبد لا أعتقد أنها جيدة ستطرح غداً وليس لدينا أغنية أخرى سواها إنه العقد تحتاج إلى أغنية واحدة للدعاية وهذه بداية جيدة للمغني البارع أجل أجل لنبدأ فوراً فلدي مباراة مهمة غداً وأنا حقاً أعني أنها مهمة كشازوا هذا رائع ماذا؟ هل أعجبتك الدعاية الجديدة؟ بالطبع إنها بالفعل رائعة سوف تنتشر بكل اللغات أجل ستنتشر لأنها مفروضة على العكس إنها ليست سيئة كولجو يتحدث كولجو إنه نحن نتصل الآن من أجل أغنيتك أغنيتك حققت نجاحاً كشازوا لذلك لقد نظمنا لك حفلة كبيرة كداً أنا لا أستطيع لدي مباراة مع أيرون تانك الحفلة في متنزه سترايك هالان المتنزه حقاً؟ المتنزه؟ أجل وتذكر كن حذراً في هذه المباراة نحن لا نريد أي ضرر من أجل مظهرك على المسرح أي ضرر سوف يحدث لك سيحرمك نهائياً من الغناء في الحفل لا تقلق أنا أحب الكرة لكن أعيش الموسيقى هذه المجلة الإعلانية هي مصدر لبحثي هنا إن حب كولجول الموسيقى أهم بالنسبة إليه من لعب كرة القدم فهمتم؟ أجل تفضل كيف سنستفيد من هذا؟ الهدف ملك التمرير عدم التزامه كنجم كرة سيجعله لا يدعم فريقه ولن يسجل ومع وجودنا في الملعب سنحقق الفوز في سترايكا لاند وقت الفوز لماذا لم يأتوا؟ لا تقلق يا شيكس في الاستراحة فرقتي ستقدم عرضاً لمثيل له أقصد أيرون تانك يا كولجو معكم من سترايكا لاند إننا لا نرى أيرون تانك بالملعب؟ ها هم أولئية ماك أه؟ 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 أتظنين أن الحكمة سيعاقبهم على هذا؟ ولما لم يفعل ذلك؟ لماذا لم يحضروا الدبابات؟ لأننا في الملعب إن هذا عرض رائع وسيكون شبيهاً بأغنية كولجو التي ستقدم في سترايكا لاند كولجو كل ما عليك أن تفكر فيه الآن هو أداؤك مع الكرة حسناً بالتأكيد الكرة أولاً والغناء في الاستراحة ركز على الكرة فهمت؟ فهمت وها قد بدأنا أيرون تانك يقوم بهجوم قوي وفوريا تجاوز الشيكس لكن جاء صانع الأهداف الرائع إنه الآن يحب الغناء يا بريندا هذه تمريرة رائعة أعتقد أن كامت الفريق آيرون قد وضع خطة جيدة أجل ترك الكرة لبلوك ونورث والتمرير أيضاً للملك هيا الآن سنعوا التمرير صوبة سريكا قادر على اختراق العثانك الحديدين تواغل جيد من كل جو؟ سوف يمرر الكرة يجب أن ماذا علي أن أفعل؟ كن حذراً جداً لا نريد أضرار من أجل مظهرك على المرسل سيحكمكم الناس ها 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 لا أريد الكرة لا يا شيكس لماذا ترك كولجو الكرة؟ لأنه لا يستطيع التمرير فقد أوقفنا تمريرات كولجو والآن ابدأوا الهجوم ويسجل ثورة الهدف الأول والسبب هو تخلي كولجو عن زملائه يا بريندا ما الذي أصابك؟ وأين التمريرات؟ آسف يا شيكس لا أستطيع جعل المعجبين ينتظرون إلى أين تذهب؟ نحن نحتاج اهدأ يا شيكس لقد حان الوقت لبعض الغناء كشزة واو واسترايكلاند معكم الآن كولجو حبي لك ينمو سريعا كزهرة تفتح للحياة قد ترك الكرة نهاية لكن حبي يختلف كثيرا الأزهار لا تدوم طويلا أما حبي يستمر دائما إن هذا الرائع ضحيح كيف أوقف هذا؟ أما حبي يستمر هذا مزعش لقد أحسنت صنعا بدون كولجو سوفا سترايكا لا برسطنا وإلى الأباء أنت قل لي ماذا فعلت به أما حبي يستمر أوقف هذا ماذا فعلت؟ هذا ليس أنا أنا آسف كان هذا خطأي هذا لا يعني أننا لا نستطيع تقديم موسيقى الفان لسترايكلاند هيا بأ هيا هيا حدا ليس في العقل لا 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 هيا هيا أهيا وهذهسب قصة عن رجل أماهراته لتنتهي فتوازنه وحركاته تحف من وراء الكرة لا يخصر أي تحادل مُح характерه لتنتهي لا يخصر أي تحادل ويس خرج أم الف pedir كل جو لم يعد يكترث برقم واحد أو عشرة في مجال دعاية وإن الرقم الوحيد الذي أهتم به هو لوحة الأهداف هذه وهناك رقم بها إنه خاطئ وسنصححه الآن من منكم معي؟ وهذا أوبر غير محبوب لا يغني البوب وهناك ثور إنه مغرور ونسبب النفور ولا يوجد في اللعبة أفضل مني هيا يا كل جو أنا هنا أنا الأفضل هنا واحد احذر لا يحمر أي تحدي لا يحمر أي تحدي هو لا يحمر أي تحدي أجل ولقد كنت مخطئاً يجب أن تكون في فرقة روكاندرول فهذا أفضل لا يا إلمتادور سأظل مع فرقتي إلى الأبد كول جو جولتك لليابان ألقيك هذا رائع في جميع الأحوال سأسافر لليابان مع إخوتي بالفريق سوپا سترايكا ماذا حدث لك؟ إنه الفانك الرائع الفانك ليست ضمن العقد ضيفها الآن لقد حققت نجاحاً صحيقاً وأنتم الآن مطردان حجر والآن ماذا سنفعل بهذه الله؟ أنا أعتقد أني سأخذ هذا أما حبي يستمر دائماً هذا عقاب قاسم وغير عادة لن نخسر ثانية البنبو شاب أرجوك أوقف الأغنية والآن إلى الخطوة الأخيرة من خطتي إسقاط هذه الحيوانات الأليفة الظريفة في البركان يخذون إن التكلم مع النفس أول علامات الجنون وأي شخص يجرؤ على تحدينا من المؤكد أنه مجنون أنتم؟ كيف نجوتم من قروش النينجة الفتاكة؟ لا يهم لقد بدأ العد التنازلي أصلاً هيا هيا ها 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 انتهت اللعبة يا شيكس ها ها لقد نسيت الوقت بدل الضائع ها 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 حسناً يا رفاق بشكل رسمي نحن حقاً مذهلون ها ظهر فريق سوباسترايك أول مرة على الشاشة الفضية في فيلم المغامرة فريق سترايك قال النقاد إن الفيلم عديم الضوق ويصعب تقبله ولكن هذا لم يمنع الفيلم من الهيمنة على الإيرادات إن استمر الوضع هكذا فإن فيلم فريق سترايك سيحقق أعلى المبيعات منذ فيلم الصحب نعم 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 لم نصل بعد إلى الجزء الأفضل أنا ها يسرني استمتاعكم بالإجازة حان الوقت لنعود للعمل مبارتنا الأولى ضد فريق سولتون والسيء في الأمر هو ارتفاع الحرارة في الشرق الأوسط ها ماطرة أم مشمسة سنهزمهم في كل مرة ها ها قلتها يا كولجو قبل المبالغة في الثقة ألقوا نظرة على هذا أيرون تانك معروف بلياقته في الدوري الممتاز لكن حتى أقوى اللاعبون فشلوا في مقاومة الحرارة في الشرق الأوسط لم يهزم لعب فريق السلطن على أرضهم طوال خمس عشرة مباراة أهنئكم على نصركم الرائع شكرا يا لينة فريق أيرون تانك ممتاز ولكن عندما يتعلق الأمر باللعب في الصحراء فإننا لا نهزم وسنثبت ذلك ثانية عندما نهزم فريق السوبرسترايكا كلمة قوية من كابتن فاريك سلطن لنرى الآن ما سيقوله يوهان أوبر عن المباراة إنه ينام أثناء العمل أراكم في مقر التدريب السري في التاسعة صباحا لاعب سلطن ليسوا ندا لنا لكن لا قيمة لهذا إن لم نستطع السمود طوال تسعين دقيقة أفهمك أيها المدرب هذا مؤكد هل أنت جاد يا رجل؟ الطريقة المثلى للعب بهذه الشروط هي الاحتفاظ بالكرة وادخار الطاقة وانتظار فرصة التسديد إليك هذه جيدة ولكنها ليست كافية ما الأمر يا مدرب؟ ألا تحب حركتنا؟ طلبت التدرب على تمريض الكرة وليس مشهد إثارة قتاليا المعجبون ينتظرون منا اللعب بتميز نعم هذا ليس فيلما ضعوا المناخ في عين اعتباركم إن المدرب محق إن مارسنا تلك الحركات وسط الحرارة فلن نصمد خمس دقائق بعض الأشخاص لا يصلحون للشهرة صحيح يا سيدي هذا صحيح تماما ومن تكون أنت؟ كنت بديلة المتادور في الفيلم لديه الكثير من الأشياء التي عليه القيم بها ولهذا استأجرني وما هو الشيء المهم الذي يقوم به الماهر في هذا التوقيت؟ يهتم بوجهه لا جدوى من هذا؟ أهتم بوجهه فريق سترايكا المتادور هو الأفضل فريق سترايكا المتادور هو الأفضل فريق سترايكا هناك كلمات أخرى في تلك الأغنية صحيح؟ حقاً؟ فكرت أنها تكرارية قليلاً انتبهوا يا سالتن نحن خادمون حسنًا، هل ستخبرني لماذا نغادر بكراً هكذا؟ وأفسد المفاجأة؟ لا أظن ذلك سترايكا، أرحب بكم في أرض جبابرة فريق سولتن نعم، سنفوز حتماً صدقني المتادور نجح فيلم فريق سترايك هنا حقاً؟ سأقوم بدخول كبير من أجل المعجبين بي إفرحوا، بطلكم المفضل هنا ماذا؟ أين نحن؟ المسافة المتبقية سنقطعها براً حتى تعتادوا على الحرارة والأهم أنا لا أريد التشتيت فلا ألعاب فيديو، ولا هواتف وأيضًا لا ممثلين بديلين لا شكرا لك وداعا يا بديلي مهما حدث لي في هذه السحراء فهناك أمر واحد أريدك أن تتذكره ملابسي في المصبخة يا رجل بدأت أتعرق منذ الآن جيد بعد عدة أيام ستعتادون على هذه الحرارة أكثر نعم لقد قرأت ذلك أيضا لا يوجد ماء هنا ولا يوجد ماء ويحمين من الشمس الحارقة لا يوجد علامات تقودنا ولا منتجات تدللنا لا توجد حماية من قطاع الطرق الصحراء مليئة بالأخطار القاتلة ليس هناك ما لا يمكن مواجهته صحيح لطوبي ليس هناك ما يدعو للقلق ألم نصل بعد لا ألم نصل بعد لا يا رجل ألم نصل بعد حسناً حسناً لا تفقد صبرك هكذا ألم نصل بعد لماذا توقفنا؟ إنهم غزاء المكان ليس آمناً أخبرتكم ها لابد أنها إشاعات وخرافة لا لا كل هذا حقيقي يجب أن نعود في الحال أجل إن العودة هي الخيار المنطقي أكيد المكان الذي سنذهب إليه هو المباراة لكن ماذا عن الغزاء؟ مجرد خرافة سخيفة انظروا هدو 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 غزاء الصحراء نريد أي عذر لنصرخ عالياً من؟ من أنت؟ أنا أكبر معجبيكم فيلم فريق سترايك هو المفضل لدي لقد نسيت الوقت بدل الضائع هذا مضحق جداً يا رجال ماذا تريد منه؟ سمعت أنا كن في الجوار وعلينا إقامة مباراة مدية سوبر سترايكا ضد غزاء الصحراء جميل صحيح أعطنا سبباً وجيهاً يدفعنا لللعب معكم نعم انظروا المترب تذكروا ما قلته لكم ادخروا قواكم واحتفظوا بالكرة وانتظروا فرصة التزديد هل من سؤال؟ نعم ألا تشعروا بالدوار؟ التزموا فقط بخطة الدخار الطاقة لا تقلق ليس أمام هؤلاء الهواتي أي فرصة أجل سنريهم كيف يلعب النجوم الحقيقيون أتعتقد أن هذا الحكم كلبي؟ نعم الأفضل أن لا نطارده تعتقدون أن لديهم المدرب نفسه؟ يقول الحكيم إذا كان لديك الأصدقاء فيمكنك أن تواجه جميع الأعداء حسناً انتهينا لقد حان وقت عدالة الصحراء فلتلعب بأسلوب بسيط لنلحق به يا رجل هيا يا رفاق إنه مجرد هدف لا مشكلة نعم يحتاجون إلى فعل المزيد كيهزمه فنيق ستريكا لا أشعر بقدمي كيف تؤلن عن نهاية المباراة لم تمضي 90 دقيقة كلا إنها مضت يا حراس خذوهم بعيداً خطرت لي فكرة في المفاريق ستريك الثاني انتهت اللعبة يا للذكاء لهذا السبب أنا الملك نعم خسرنا المباراة وأشعر بالاكتئاب رائحة المكان سيئة كحذاء المتدوم إنه يحاول الهرب من غنائك يا كلجو هذا ليس وقت الجداد نحن في وضع سيء وأعترف بأنها غلطتي جزئياً ولكن ماذا تعلمنا هنا؟ ألا نلعب الكرة ونقفز عليها وبشكل جنوني وبأسلوب مغامر وليس في منتصف السحراء هذا صحيح لهذا سنكون جاهزين للحرارة إن كان هناك مرة قادمة أيها الحارس المسلح كيف تمكنت من الخروج؟ لم أشعر بهذه السعادة لرؤية نفسي نعم وأنا أيضاً أحسنت يا رجل مذهل أنت الأفضل يا أخي أحضرت ملابسي؟ أنتما يا الماتدور ماذا؟ ماذا؟ هيا لدينا مباراة علينا الوصول إليها إنه يوم المباراة في قصر الواحة سيواجه سوبرستراك السولتن في مباراة ستكون حارقة لا يمكن أن تكون حارقة أكثر من منصة التعليقية بريندا المباراة ليست من أجل حريتكم إنها من أجل شيء أهم بكثير إحراز النقاط لا تقلق أيها المدرب لدي حركة جديدة ستضمن فوزنا يا مدرب أنا أمزع بعدما عيشناه في الصحراء هذا مستحيل نعم لا تقلق يا مدرب هذه المرة سنلتزم بخطتك بكل تأكيد واحد اثنان ثلاثة سوبرستراك تذكروا يا رجال ادخلوا طاقتكم فات الأوانو يا رجل لقد استنفدت طاقتي لأصل إلى الملعب فقط إن المثل يقول يحتمل الحرارة وإلا فاستعد للخسارة بنتيجة خمسة أنا لا أعرف هذا المثل ها قد بدأت المباراة الكرة مع سترايكا يمرر راست الكرة إلى تايجر أسا يقوم بحركة إعصار؟ بل إنها أشبه بنسمة خفيفة يا بريندا عادة أقول إن هذا مثال ينفي منك هذا ولكنه الدوري الممتاز وقت سحر سوبرسترايكا عليك الالتزام بالخطة يا شيكس آه حسنا استسلم يا راستا سوف نحولكم إلى غبار قريبا الكرة مع سوبرسترايكا دائما ولكن يبدو كأنهم لا يريدون الهجوم نهاية الشوط الأول والنتيجة تعادل سلبي المباراة نفسها سلبية على أحد ما أن يخبر السرايكا بأنهم لا يلعبون تقذف الكرة المدرب معروف باستراتيجياته المميزة أهذه خطة استراتيجية عبقرية؟ سنكتشف ذلك في الشوط الثاني أحسنتم يا رجال تقومون بعمل رائع لكننا متعادلون سلبيا أتريدون أن نتعادل في المباراة؟ لا تقلقوا تلك هي المرحلة الأولى من خطتي الآن ما أريد أن تفعله في الشوط الثاني سوف نقوم بالضغط عليهم من جهة اليمين فهذا اللاعب هو نقطة ضعفهم ولكن نحافظ على طاقتنا بدأ الشوط الثاني ولم يبدو لاعب سرايكا أية إشارة على رفع حرارة المباراة قلت إنني أتمنى لو يخفف أحد ما الحرارة انتظروا قليلا انتظروا قليلا ماذا تنتظرون يا لاعب السوفا سترايكا؟ يشنوا لاعب فريق سولتن هجوما مضطا وضرير يبدي لاعب سولتن نفس مهارة سوفا سترايكا حدف يحتلوا فريق سولتن المقدمة بعرض المذهل ها يستطيعوا سترايكا تعديل النتيجة؟ أما أن سولتن سيكون من الصعب تغلب عليهم يا لها من خطة لا تقلق يا شيكس المدرب يعرف ما يفعله تقصد كما فعل عندما أسرنا؟ كلنا نعلم أنها لم تكن غلطة المدرب عليك أن تثق به لعب سوفا سترايكا ينهكون لعب فريق سولتن ها ربما لأن سترايكا أنهكهم كثرة الراقد سترايكا الآن ها ها ظننت أنك لن تطلب ذلك مذهل الأمر يعتمد على الدقائق الأخيرة مذهل عاد الحماس للسوفا سترايكا في أي اتجاه سأمر؟ لن أخبرك ولن تعرف أبدا استشهر جمالها ها أولي لعبوا فريق سولتن لا أعرفون كيف يردون على مهارات لعب سترايكا وكأنهم أجلوا مهرجان الأهداف وقدموه فقط في الدقائق الأربع الأخيرة نجح سوفا سترايكا يا لها من مباراة هذه طريقة لتغلب على الحرارة ها 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 لها أنت أفضل أيها المدرب نعم ادخار قوانا حتى نهاية المباراة نجح كما قلت تماما ما كنت لأنجح من دون فريقي آه شكرا يا مدرب ليس أنه عجبا ماذا يجري هنا؟ إن شغلتم بالتصرف كنجوم ولم تلتزموا بتعليماتي ففكرت أن القليل من التمثيل سيعيدكم للواقع إذن الغزاتهم كانوا ممثلين يعملون لدي حتى أنت يا بديلي؟ عرد علي دورا أتكلم فيه كيف أرفض عرض المدرب؟ أوه لحظة واحدة ماذا عن القلعة الضخمة في السحراء؟ لا يمكن أن تفعلوها أيضا الحقيقة أنها كانت هناك أصلا أردنا فقط أخذ السراحة من تصوير فيلمنا الأخير نعم أنت أيضا يا روفوس إذن الضياع في السحراء والتعرض للاختطاف والسجن في سجن أرضي مخيف كل هذا لتلاقينا درسا لكن هذا هذا عالم الاستعراض يا صغير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة